السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو شباب اتمنى يا رب ان انتم تكونوا بخير فيديو النهاردة انا هعمل داي مراجعة عال سريع كده هو تعرفكو ايه الجديد اللي نزل في اللعبة الفترة اللي فاتت بالاضافة للقضية اللي حصل من يومين تقريبا او يوم مش فاكر اوي المهم النهاردة انا هعمل لكو زي لم اجمالي تعرفوا الدنيا نظامها وطيع اتمنى ان انتم تكتبوا لي في الكومنتات الحاجات اللي انتم عايزين ان اشرحها لكم في المستقبل انا ما عنديش اي مشكلة خالص ان انا اشرحها لكم خالص تمام فيا الله بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ولو انت اول مرة تشوفني او تتفرج على فيديوهاتي تنساش تعمل الشراخ للقناة وتفعل زر الجرس اشتا اشتا يا الله بينا ربعا اول اول حاجة اضافت في اللعبة ان هم علوا الليفل او اعلى الليفل تقدر توصله في الاول كان مية وعشرة دلوقتي بقى مية وعشرين اه تاني حاجة لو روحنا على الورماونت او اللي هي الموتيا دايما انتم بتسموها بالعربي عربي ايضا ما العربي اه ما علينا ايش اه هنا هم ضافوا في الخانة الخمسة بس انا مش ظاهر عندي لاني لسه ما خالصتش الخانة الرابعة تمام لو روحنا على الريشايب او التحولات تمام هنروح هنا هوت هو في الخانة ديت لو روحنا هنا في مكان هنا هوت اسمه ديت زي زي ما تقول زي الرونز او حاجة او زي الجيمز حاجة هتساعدك في جوه الباتل نفسها تمام هم ما بتقسمو الاثنين واحدة الباتل سلط ده اللي هو هتاخد افكت خاصة او التأثير بتاعها هيبقى جوه المعركة اللي انت بتقوم بها دلوقتي لو انت بتدخل في بي في بي مع واحد تاني دي هتاخد التفعيل او الافكت بتاعها هيبقى موجود يعني هنا دي ادت الافكت بتاعها ظاهر لك انهو بيقولك ده الكلام ده بياخد ايه؟ وقت لما تبقى انت في الريشايب يعني بص لو احنا قفلنا دي هنا تمام هوا مفروض انت في الاسكلات اللي هي لما بتتحول اللي هم دولة تمام في اللي هم التانية ديت الاسمبلي سلط وده زي ما تقولي تبقى حاجة دعمة او اللي هي انهي الهنا لو رحنا بتاعة الاجنحة البلومس هتبقى زي دي تمام كده؟ ايه تاني لو رحنا داون سيري اللي هي الخانديات لو رحنا هنا هم ضوفوا ايه؟ خانة ربعة او اخر واحدة لو ضوها بدن ما كان اعلى ليفل ليفل مية بقى مية وعشرة وضوفوا الوحوش دي كمان ستة لو رحنا في النايت رالم هنا هم ضوفوا واحدة لحد مية وعشرة بردك نفس النظام بس دي يعني هم الباور الموجود هنا هو مجرد راقع معنى انت لو اقلم ان ده هو تحديد رتعملها عادي خلص وضوفوا حاجة جديدة ان انت وجوه المرحلة ديت في زي الاوتو او ان انت تبقى افك في اللعبة ممكن تعمل التشالنج بعد كده دوس على الاوتو هو هيخلص المهمة كلها الواحدة تمام لو رحنا في المودز هنا هوت فيه في ال اكس بي بتاعة الهيه ها بتاعة الجولد والاكس بي اللي اتنين دول هم اضافوا فيها اتنين تانية يعني لو رحنا الجولد هتلاقي فيها مية واربعتاشر ومية وتسعتاشر لو رحنا بتاعة الاكس بي هتلاقي فيها مية وخمستاشر ومية وعشرين تمام كده تمام كده اذا كان بتاعة الدونشنز بتاعة الجولد او الاكس بي اذا كان الارينا اذا كان دونيشن بمعنى اصح شايفة دايلز دي كلها كده ها هي بتعملك بنسبة 95% منها لحد مثلا ما تبقى الاكتيفت بتاعتك توصل 110 تمام كده؟ بس وهم عملوا هنا هو التعديل في اللعبة الصغيرة اللي جوا اللعبة ديت بس غير كده مظلنش ان في حاجة تانية ضافت تمام كده بيشن؟ اه وفي عندك في اضافه ايه جديد؟ في عندك لو رحنا اللي بنت لشغال للوقت يوم ما اضافه حاجتين جداد ضافه اللي هو المونت دوت تمام؟ وضافه بت جديد واحد مرت او حيوان اليف خليه حيوان اليف لازم تجمع منهم ستين زي ما احنا عارفين انا ممكن بعدين هحاول اشوف لو اقدر ان انا اجيب مسلا واحد منهم هيبقى ايه الدينية زي الفل لو ما جبتش برضك الدينية زي الفل الموضوع ايش طياني؟ فهو ده التحديثات اللي نزله والفيديو جديد انا هبقى بتكلم على الميثيكال جير احاول ان انا مسلا اتعمق جوا الموضوع كله ان انا اشرح لكم الموضوع من الاول لالاخر على قد ما اقدر طبعا بس فالدينية زي الفل يعني فتنسوش اه تكتب لي في التعليقات الحاجات اللي انت عايزين اشرحها لكم في المرة الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله واتمنى لكم سعيد وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة دمتم سالمين الى اللقاء موسيقى موسيقى